اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة على كافة المستويات والدفع بها نحو مزيد من العمل والتنسيق بما يلبي التطلعات المشتركة منوها سموه بمدى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين والتي تشهد تطورا مستمرا في مختلف المجالات جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الإقضبية اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة السيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده في المملكة حيث أثنى سموه على جهود السفير البريطاني في تعزيز العلاقات البحرينية البريطانية وتمنى سموه التوفيق والنجاح لسعادة السفير في مهامه المقبلة وخلال اللقاء استعرض سموه مع سعادة السفير البريطاني مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من جانبه أعرب سعادة السيد سايمون مارتن عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من اهتمام بتوطيد العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة منوها بالدعم الذي لقيه طوال فترة عمله والذي أسهم في تسهيل مهامه في المملكة متمنيا للبحرين دوام النماء والازدهار اشتركوا في القناة